كشف الدكتور خالد فهمي وزير البيئة أن مؤتمر تاريس للتغيرات المناخية سيشهد مفاوضات شرسة لأننا نتحدث عن المسئولية المشتركة التي تريد أن تترسل منها الدول المتقدمة وإصرارها على أن تدفع الدول النامية فطورة أثر تغير المناخ رغم أنها غير مسئولة عنها وأضف فهمي أن مصر تطالب في خطتها بتوفير 70 مليار دولار في الفترة من 2020 إلى 2030 مشيرا إلى أن خطة مصر المتعلقة بالتغيرات المناخية تأتي متوافقة مع الموقفين الإفريقي والعربي وتشتمل على 13 بندن وأكد فهمي أن مصر وضعت استراتيجية طموحة للتنمية المستدامة من أجل توفير 30% من الطاقة وتحقيق معدل نمو 7% سنويا وتنفيذ مشروعات تستهدف الفقراء في مجالات الصحة والتعليم والفقراء وتعمل على ربط ذلك بسياسات مواجهة التغيرات المناخية